ذكر التقارير صحفية بريطانية صادرة اليوم عن استعداد ليفر بولا الإنجليزي لدفع أكثر من عشرة ملايين جنيه السرليني مقابل ضم أدولي الجزائرين بالبنطالب الذي يوجد في مفاوضات عسيرة مع ناديه توتنهام لتجديد عقده وذكر موقع لندن إبنينغ ذكرا عن صحيفة السان أن المفاوضات فتحت بين إدارتي الناديين لإتمام الصفقة مضيفا أن نادي مانشستر سيتي دخل الخط لخطف بن طالب ووضع الشيخ بن زايد رئيس السيتي بن طالب بديلا في حال فشل صفقة بول بوكبا